السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومشاهدي الكرام رحبه بكم في هذه الحصه جديدة كنتمنى تكونوا بخير والاخير يا رب اليوم ان شاء الله هاجهت لكم فيديو جديد وبعدة استعمالات عجيبة ورائعة لها البودرة هذه ديال الاطفال ليس فقط للاطفال وانما عندها عدة استعمالات خليكم معي ليل الاخر باش تكتشفوها لانها جد مهمة وكن شكركم بالزفزفة المسابة وعلى تجاعة الرائعة ديالكم ويلي عجبسكم هاد الحصه ما تنسونيش بليلي كل بارتاج ولي كيهمو الامر وبغي يكتشفو هاد الحية العجيبة والهائلة مع لي الي تفيديو تالاخير وفرجوكم متاع هندوزل اول حيلة واول استعمال فاش ممكن تفيدنا هاد البودرة هدي غا تفيدنا في هاد الليقات هادو حاليا مع الحل بارد يعني كنتستعملوهم بزاف في المطبخ باش تحسير الله براسكو تحسير يديك مزيانين يعني وتشقي بكل ارتياح ونتي دير هاد الليقات هادو مع اليك الا استعملي هاد البودرة هدي كيفاش غادي نستعملوها غادي نجيبو هاد الليقات ديونا يعني وغادي نحاولو اننا نحلوهم من الداخل بهات الشكل هادا وغادي نديرو فيهم هاد البودرة هادي واحد القدر اللي غادي نديرو فيهم ونوزعوه في هاد الشكل هادا يعني فاش كتديري يديك كتديرهم بسهولة وكتحسي يعني بوحد نعومة ويديك سيبقى وناش فين الاهم انها كتشرب الرطوبة ما كيعرقوش لي كيديك وصت هاد الليقات هادو كتتحكمي في اواني ديالك ستتحكمي في كل شي يعني بوحد طريقة هائلة نفس الشيء كنديروه بهاد الليقات يعني يقدري يديك ونشي كتشقاي بكل ارتيح هائلة هاد طريقة هادي كنتمنى انها تنال اعجاب ديالكم وغندزو الحيلة الموالية وبنسبة الحيلة الموالية متعلقة بالاحذية سوى الاحذية الريادية سوى اي حيدة انتم عندكم تبغيوا تلبسوه باش تتفادوا هديك الرائحة الكريهة اي حاليها ديال الرجلين انا ديجا تقسمت معكم عدة طرق نخليكم باذني الله الرابط اسفل الفيديو غادي تاخدو طالك طالك اسهل ما يكون يعني كتديروها في الحيداء ديالكم بهاد شكل هادا وكتحولوا انكم توزعوها بهاد طريقة هادي ممكن تخليوها وتلبسو عليها الحيداء ممكن تديروها تحت السميلة كنت تتحيد لكم يعني كتبقى رجلكم ما تتعرقش هذا هو الاهم وكتمتص قاعدك الرطوبة والروائح الكريهة يعني وكتكون الحيداء ديالكم كتبقى من واحدة رائحة هائلة طالت اليوم يعني هائلة هاد الحيلة هدي ديروها الاطفال ديالكم وديروها الريوسكم ديروها الازواج ديالكم يعني وتهنوا وتخلصوا من روائح الكريهة ديال الاحديا وتتعرقوا عندوزو الحيلة الموالية باقين في اطار الحيداء ولكن هاد المرة الامر كيتعلق بالارجل يلكن وللا رجلك فاش تدخليهم في الحيداء ديالك يعني كيعرقلك ما بين السبعان معلك الا انك تديري هديك البودرة ديال الاطفال ما بين السبعان ديالك بهذا الشكل هذا وكتتحولي انك تديري لها بهذا الكيمياء ديالك وتمررها الاصابع ديالك وكتلبسي الحيداء ديالك بكل الارتياح يعني ما كتتخافيش انهم يتعرقوا لك او لا يتلقوا ديالك الروائح الكريهة او لا يزلقوا لك بشي سباطي لكن انت كتلبسيش سباط هكا بسبب العرق يعني يلما كتش دير الجواري بكتحسي بذلك المشكل هادك او للي عندو داك المشكل يلانه كيطيبوا لي السبعان هكا مع الاحديا او لا كيحمروا ليه او لا كيتزيروا ليه بهالطريقة هديك تخلصي من هادك المشكل كنتمنى هاد الحيلة هدي كذلك انها تفيدكم بالنسبة للي عندو التعرق ديال بين الاسابع وديال الارجل وغندو زل الحيلة الموالية وبنسبة الحيلة الموالية كيما كتشفو معي متعنقاب البلاكارات اي بلاكار عندك او اي مجر عندك او دولاب تتعاني من الرائحة ديال لغمولة عندك الرطوبة في البيت يعني خسر للك البلاكارات تليب ما عليك الا بلا هاد البلاكار هدي ديالاطفال غايت تهنيك بهذا المشكل هادا غايت جيبين تخوي البلاكار ديالك مزيان وغايت تحاول انك يتملئه مزيان بهاد البودرة هدي اشنو الدور دياله هاد البودرة ديالاطفال انها تتخلي الدولاب ديالك يعني تتحاول انك تتملئئه كامل وتخليه يعني تسديه وتخلي ليلى كاملة في هذيك البودرة وما تطبيهاش نهائيا يعني كتخليها وفي الاخير كتحول غير بحالة كتمسحيها يعني وكترجعها للجوانب وكتحول انك تفرش شي حاجة في البلاكار ديالك او لا تخليها وتفرش عليها شي حاجة وتحط الملابس ديالك فقدك التوب لتيفرش شي وكتخلصي نهائيا من هذيك الرحاء ديال الغمولة وكتمتصلك الرطوبة اللي عندك في البلاكار ديالك وكيبقى البلابس ديالك برائحة طيبة ومنعيشة قد تسمينا هذي الحيلة كذلك انها ستفيدكم واندوزل الحيلة الموالية فاش ممكن كذلك ستفيدنا بالاخص في البقاع ديال الزيوت يلا قسك للاشي بوقع ديال الزيت في الملابس ديالك اول شي اللي غادي تداري انك كما كتشفو معي هذي إرهاء بقع ديال الزيت نجد إلكتنا ونجذرها على المكان ونجذرها بمدة ونجذرها بمدة نجذرها بمدة فرصة ونجذرها بسبب الحجرة ونجذرها بمدة نساعده في الامتصاص بسرعة بسرعة تمتصل لنا هذه الدهون ونحيدها بهذا الشكل هذه البقاء الزائد الدهون ونزيده ثاني واحد شوية سنحس بها انها شربت لنا قاعدك الدهون الزائد الدهون ونقوم بعمل السابون ونزيده الشراء مع صفحة نهائية ونزيده الحيلة الموالية بالأخص هذا الملايات والأغطية كما تعرفون بها في فصل الشيساء هنا نقوم بمشكلة رائحة ونقوم بمشكلة رائحة والرائحة الرطوبة والغمولة اللي كتكون في البلاكارات وفي البيوت غادي تاخدوا هاد البودرة هادي وغادي توزعوها على الملايات ديلكم بهذا الشكل هادا تحولوا انكم تطويهم وتخليوا فيهم هاد البودرة هادي ليلة كاملة وفاش بغادي تستعملوها يعني كتسوسوها غيثوا استخفيفها يعني كتخلي الملايات ديلكم بواحدة رائحة منعيشة وهائلة وكتخلصوا من جميع الروائح وكذلك من الرطوبة وكتمتصقاع اي رطوبة كانت في الملايات كنتمنى هاد الفكرة هادي انها تفيدكم وتنال اعجاب ديلكم واندزوا الحيلة الموالية فاش ممكن كذلك تفيدنا بالاخر صفاد صليات هادو لانا ما كنا نغسلوها مش مستمرار باش نتفدى هذه الرائحة دي الرطوبة اللي كتكون تفاصلها دي الشتاء واندروا هادا مزعو عليها القليل من هاد البودرة هادا دي الاطفال ونخليوها اثبات فيها ليلة كاملة ومبعد غير كتسوسوها وكتحصل على واحدة رائحة جميلة فادي صليات هادية كنتمنى كذلك هاد الحيلة انها تفيدكم وبالنسبة الطب ديلكم الى فادي الفصل هادا دي الشتاء اللي تدفق لكم عليه شي ما هكا او له اا يعني تبلل لكم في شيء مكان اا اشطرها تديروا اول شي اللي غادي تديروا انكم كتفضعوا هاد طالك هادي في المكان اللي فيه الماء بهاد الشكل هادا يعني كتحاول انها تمص لكم هادا كالماء وفي الاخير كتجيبوا واحد طب دي المطبخ يعني كتديروا واحد من لتحت وواحد من لفوق وكتحاولوا انكم تزيدوا شوية من هاد من هاد البودرة هادي يعني حساسة تشرب لكم هديك الكيمياء مزيان وكتحاولوا انكم تديروا شي كرسي او لا اي حاجات حسمنها وكتدوا وزعوا عليها السيشوار او الحديدة او الادكشي اللي عندكم وكتحاولوا انكم تعرضوا هادا شي مكان اللي مهوي وبسرعة انها كتنشف معاكم ولكن طور دي هاد البودرة هادي انها كتمتص لكم هديك هديك الرطوبة وكتسهل عليكم انها بسرعة كتنشف معاكم كنتمنى كذلك الحيل انها تفيدكم وكذلك نفس الشي الى الدفقة اللي كم عليها شي الزيت او لا اي شي كتديروا لها كذلك طال كما تقسمت معاكم في الملابس كنتمنى هاد الحيلة تفيدكم ويصبح الاستعمال الموالي انكم كتخدموها بالنسبة للسيكان ديلكم اي باش تمسلكم هديك الرطوبة اللي كتكون في السيكان ويعني وبقى السيكان بواحدة رائحة رائعة كتاخدو شوية ديال طال كتدروها في هكا داخل ديال الساك وكتحاولوا انكم تخليوها توزعوها كام لو تحاولوا انكم تخليوها تبات في ليلا كاملة وشو الاخير كتسوسوها يعني كتبقى واحدة رائحة جميلة في السيكان ديالكم وكتمسلكم قاعدك الرطوبة بالاخرس اللي تبليل لكم الساك او اللي قصة اللي مش ساك عند الزوء الاستعمالات اخرى اوفاش ممكن تفيدنا هاد البودرة هدي استعمالات مذهشة انقلوهم شفويا بالاخرس للشعر الدهني الى اللي هنسي شعرك هكا وكتي اه باي تتنقصي شوية من هادك الزيت كتر سيالي او لا باي تتخرجي وبيتشاركي ما يبقاش مزيد باي تهين شوف بسرعة ما عليك الا تستعملي هاد البودرة هاد الشعر ديالك يعني كتمسلك دهون وكتزائدة في الشعر هائلة كنتمنى انها تفيدكم اه بالنسبة التعرق اه اعزاكم الله يعني كتمسلك هذه الرائحة ديال العراق اللي بتدورها تحت الابد يعني اللي ساسبقى معكم اه فش تدوشو يعني وتنشفو كتديروها يعني كتتخلصوا من هادوك الروائح الكريهة وكتمسلكم الرائحة ديال العراق وكتخلي داك المكان يعني ارتب وهائل يعني كنتمنى اه اه انها تستفدوا منها وانها تفيدكم اه بالاخاص في المشكل هادا ديالتعرق وكذلك رائعة وهائلة بالنسبة للمشاكل لك يعني منهم النساء بالاخاص النساء كان لديهم شوي زيادة في الوزن وانها بين هكي الفخاد ديالهم او هدى المنطقة هساسة ديالهم يعني يلمشوا بزاف او لا كانوا يكون ذاكي حتيكاك هكا ديالارجل يعني كي طيبوكي ما نقولو حنايا او لا كيتسلخوا او اللي عندهم يعني تعرق بكثرة ما عليهم إلا يستعملوا هاد البودرة هذى غادي سمنع هدك الاحتيكاك لي كيكون هكا فيش كيكونوا يمشيوا ديالارجل ديالهم ولا فخاد ديالهم وكأنهم كيتعرضوا لدوك تسلخوا بحد درير الصغر يعني هادال البودرة هدي فعالة ومجربة كذلك في هاد المشكل هادا انكم كتستعملوها حتى الجواند حتى المنطقة الحساسة يعني كتتخلصو نهائيا منذك تعرب كتت هنا من المشكلة الى باش ما تسلخوش نهائيا البودرة كتساعدكم كنتمنى هاد الحيلة كذلك انها تفيدكم كنتمنى الحصة ديال اليوم والحيل ديال اليوم انهم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم تكونوا استفتوا ولو بالقليل وكنشكركم بزبزف على المتابعة وعلى تشجاعة الرائعة ديالكم وإلى عجبتكم هاد الحصة ما تنسونيش بالليلايك وتبرتجيوها مع الاهل والحباب ديالكم باش فائدة تعم وانتدرو الجديد ديالي وانا كذلك في انتداري تشجاعتكم الرائعة والى حصة قادمة ان شاء الله مع وصفة جديدة او نصيحة جديدة مع خديجة وشكرا للمتابعة